أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلمات ضياء رشوان مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وأكد رشوان أن مصر قدمت مذكرة للمحكمة وستقوم بتقديم مرافعة شفاهية أمام المحكمة يوم 21 من فبراير الجاري وأوضح رشوان أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دم أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ قانون الدولي الإنساني وكذلك السياسات ضم الأراضي وهدم المنازل والطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين بالمخالفة للقواعد الآمرة لقانون الدولي العام